ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اتبع لكم امي تبقى في الحياة اتبع الصدر الحنون اتبع لتحنى لها فعاون الامي انها تشافة وتبقى بصحة جيدة تكبر ولدتها اذا انا بغيت مرة اخرى اقول خوتي اخواتي عائلتي التانية كل شي ببرتاجي كل شي ببرتاجي من اجل هاد البنية الصغيرة ولي وجه الله اذا هاد الام اخوتي مريضة بسرطان سرطان تدي يعني تدي بجوج كتمنى انكم تقدموا لها يد المساعدة كتمنى انكم تساعدوها باش انها تعالج لان قالوا لي هخصة تدير عملية وكتسقول لك حتى باش نركب ما عنديش فكيفاش انني عندي لان يمشي اكيد الحواج اللي يدارو بالرميد ولكن مالذي سيكتبو لي ادوى وكتسرين وكتبو ركب وكتسرين اذا كان رميد المشكلة هو حتى فلوس المركوب تسجولك ما عنديش نقدر نبدل نبطل الحصة ما نمشي ليهاش ولا نضيفه ما نمشي ليش بسبب يعني فلوس المركوب ما عنديش إذن هنا هاد الأم هادي تناشدكم مشاهدي قناة شوف تيفيو كانت منه أن تلقى القلوب الرحيمة والصوت ديالها يوصل لقلوب الرحيمة والمعاناة ديالها توصل لقلوب الرحيمة إن شاء الله خلي اختيان ديلك ميكرو مرحبا بيك ميليش بالميكرو قربي عندك هاي قربي لا عندك إذا حبيبا ما تبانيش إذا مرحبا بك للا أحكي لنا من إمتيا وإم تبدأك المرض وشنو الحالة الاجتماعية ديالك المادة ديالك وش عدك فلوس وش ما عندك في نوصل العلاج وش بديتك تديري الحصص ديالك شنو المنزل إذا مرحبا بك تفضل شكرا أختي أنا بديت من شهر سبعة وأنا كنجري جيت الخريبة ديقوست قالوا لقاعدك السلطان سيفطوني الميريز مين جيتك؟ جيت أنا مرس العين مرس العين مين كنا رس العين؟ من فوق سطاة خارجة العروبية وعليش جيت الخريبة؟ وجيبتني معيطت لي من المرض حيث ما عديش تمامني ديقوز لي ما عدي ما نديني هم مسكني هنا عيانا بقيت تمام بوحدي جيت من ديقوز هنا عمروا لي وارقة وسيفطوني وعونوني المرلق للناس على هدا سكانير والتحاليل ودرك كسافي بديت بديت أختيف الشيمة ودرك أدرت خمسة وباق عليها واحدة ودرك أعطوني العملية ندى ماما ندى حبيبا نديني فغادي نكملها في رمضان إن شاء الله وغايعطوني العملية نديرها وعدي في بزاز اللي بجوج ماشي عوحدة ودرك أنا بغيت ع عمري لوليداتي وبغيتم يعونوني الحباب والخوت ونتشافة لوليداتي وهات الشي اللي كان طلب منهم يعونوني ونعيش ونداووا ونبقى لوليداتي صغار وما كيعرفوش وليدي مخليها دركها في راس العين كيقرة كيقرة كيقض بالبكالق ما عرفت واش واكل ما عرفت واش شارب ما عرفت واش شكورة ما كيقسابهاش اللهي ما كيقسابه وهادي شهرين وانا فارقة جيت الخرية ويقاب غايت تركب نشي عدو ما قدرش مصر شبهاش باي عدي بايش نشوفه فدرك عيقت عليك لي جي عدي وقو ما كيعرفش الله بتشي حد اللي جي نهار السبت نشوفه ما جياش عدي غادي نمشي هيتلقوني هيتلقوني هيدا رغاني جي عدو ما داروا باعتاش رهان كما أنا بغا عند شافة وبغا نبقى ليهم وبغا نبقى جي عمعهم محتاجين ومحتاجين اني ولداتي ما كيعارفوش وبغا نبقى بغا نبقى جي ويقابوش 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 والحمدودله اللي عطاها ريجا ربينا قايا باها ولكن كافح وغايت نكافح ذا ولداتين وقمعهم وعلى عمرتها ما كان سخايش ويعونوني أختي وغايتم يعونوني ربي يعونهم وربي كن معاهم وهذا الشي اللي نقول وانا كانت لاوح ما كان عرفش معاي امو كبير اجي ما تعرف وانا ما نعرف كانت لاوح تايح الله ما عاطيني ده بالتحاليل وعاطيني وخايفة بعد وفي الجرامي ده شغن دير والدي يعني مشي شو حدا ما يسور مشي لابس علي هات عاونات ما لابسش علي ما اختي عاونوني ولكن بعد غير عود الدوا وغير عود ليري مرات مع طول العمر وهذا المر عاونوني ما كتشوف يتغي باش تمشي الكازة مركم ما عندش ما عديش المركم كانت طلبو كانت طلبو هاي مش غان دير بغيت لتتليت يا هنهار صافي كي يجريوا عليك كيف حاوتي الموعيد عب نهار ما شغله مش فك تبري الراسك خد كون في كل موت خسك نوضيت بشي خد كوني مريضة خسك نوضيت بشي ايو هات شي اخوتي اللي نطلب كانت طلب بغيت نتداوه ونتشافه لوليداتي ليرين ودكت تتيري في السبتار برامي اللي درت بادركه درتن بررامي وملي غاديت عود يتعودي معه مرخصك الفلوس داروري كيقولوا لجي الناس را ما تشي صعيب رخصك تحالي الغالين وخصك ليرين غالي وواقي بزاف ولوفا لجي الراميض نقدر منصابه نقدر منصابه نقدر منصابه نقاق اه ندير العملية داروري بقا لجي دركو حي السق درت خمسا ق وaguنا ندير 6ا ق وقا ذا يعطيوني من المروم درجة عندي هذا هو ورقة راديالية مثل ورقة الحمراء راديال انا هذه ورقة الحملية هي البناجة وفتحها خافتي نهار لديك تفتحي لذلك تشري دول لا أخافت سيري الزلهم هي الدول التي نفتحها لنشريه لي يشكل شيء مع الميريس ويطلع لي السكار كيف تخافي لي يطاحت تماما ونحن نعود أحد tiếp تقول لقد أصبح تركبي تصيبي والدواء layout هل تدخلئ الدولية نحن نفعلها سلع لي اتكلم سيجي نحن اتخذ السيارة سليعي كان تكلم جاءت دائما لدينا نجد دائما لدينا نجد الكدالون ويجد الكبيمة الحمد لله فكرنا الله هل أنت تجد المنعة بكثير منها بأسك بأسك نطلعها ونكافع نكافع وكلام الناس أفكر في الهيو كنفكر في راسي وكنفكر في تلويح وكنفكر في الفلوس مكينيج كنفكر في قليت الشي واليقام طويلة بحمد الله بحمد الله بكلام النصيدة ربتي طح لقيت الشعر وطح ولقيت العينين واتي تشوفي ما أم تشوفي فيه لا يهمناتها من الصحة الشعر مغطي خلينا نربي العينين وخلينا نشوفوا وليداتنا بخلينا بغينا على الصحة الصحة اللي كباغة مثلي تباغنها تحاجة غايت صحيحوا وصافيون بقمعوا وليداتي يكبروها أمو ويفرحوها أمو ويعرفوا وش يديروه الدرير يبقى صغيرة ما كتعرفش تخلوش كتاكل التراب كتاكل الوخوش كتاكل دعبة درقتها وجدها اللي بتختيبت لي أنا مزاوكا هجلت لي هجلت صوني أليا قليتها في العروب قداعت كالت تطراب وكل شي كالت وكل شي ما ما عارفت حاجة والحمد لله أيو أخوتي وهات الشي اللي نتمنى ويعونونك أخوت نقل أحباب نقل الله يخلص أمو الله يرحمني من الوالدين الله يعطي منفضل الله يعونونك يعونونك يعونوني على صحتي وعلى عمري أبا غوالوا باش نركبه باش نداوه باش نتعالج اللوليدات يبقى وشوفوا فيها قال بني يا راكش جاتي يا الحالة كتير لألم عندك الحريق يحرقوني وشنا بعد يحرقوني بعد يحرقوني ضروري ضروري حرقوني شكرا اختي واشي اللي نتمنى والله خلصكم تاتومة والله يعونكم والله يبقى عليكم هاد المرض الله يعملكم ما تشوفوش سبيطار سبيطار عدوك ما ترغيش بش يتمني المشكلة لم أكن أعرفوش المشكلة لم أكن أعرفوش معادي عين ركتنا اشتاق كن مشوق بالفجر ركتنا اشتاق وانا نباتوا تمت طاكسيات محنونة محنونة كالونة وقيت التخري ما قديتي وانا الصحيحوا وانا الوليدات يبقوا يشوفونا ويبقوا في جنب ناغوا ونبقوا معاهم تايح الله تجي تحت الساعة كافحوا تحنا وانا كافحوا وبعد جي تحت بالصح ارى كل التراب اخوتي يعطيه ليكم ربي ما تشوفوش ان شاء الله واللي عوني راه ربي عونك راه ربي عونك اللي عوني راه ربي عونك الحالة كتشوفوا فيها نهار اثنين انظر قرانة غادي بشي عاد البناج والبناج كان يشوفوني صايف طلبوا وكان طلقوا وكان طلقوا كان انا كافح وكان ا Early لقد قلت على المناعة لكي نفلوس كثيرة تاني لكي نجد رياس شكر كنت كافح وكنا أكل بالزوز وكنا شرب بالزوز كنت عاوني راسي؟ كنت عاوني راسي على حساب المرض وعلى حساب الوليدات كنت عاوني راسي قالوا لكي الناس عاوني راسي راجي شي صعيب شي واعر وبزاف يعني ما تخليش هاد المرض تقولين تحط مرات الحمدول لكي لعلاج خاص غير شوية الفلوس باش تكوني باسي الفلوس باش نكافحوا و باش ندخلوا عطبيبو باش نركبو باش نلحقوا حيتي لما النكتين هارش تنهار كيعقلو شعر صافي الرون ضيفو مشاق صافي الرون ضيفو مشاق سير يدقل سيف دارك هلاش بغا باش نركبو باش نجري انا وممي احنا بجوج هادا في الركن بشي وتل ركن ركبو باززار ايو اخوتي وغينا ميحونوني وغايتهم يشوفوا في يو والحالي يتوريكم اللي عوني يربي عوني وشوفوا في جيتهم مرر يشوفوا فيهم الوليداتهم يشوفوش المرض ويشوفوش العادة وميشوفوش هاديك الولاسة كان ربي يسمع ورحم لكم ورحم لكم الوالدين اخويا ورحم لكم ورحم لكم كان طلبكم وكنترجاكم لكل ببرتاجي هادي حالة اجتماعية تستحق البرتاج تستحق المساعدة تستحق اننا نحاول نوصلوا هاد المباشر والمعاناة ديالها للناس اللي قدروا يعاونوها والله انا ما ميمكن ليش نصور يعني هاد الطفلة الصغيرة البنية اللي عندها تلت سنين طلعها فربع سنين ونظاراتها الام ديالها وهي كتشوف وهي كتشوف فيها طلبوا الله سبحانه وتعالى اسخر لها العبادة دياله يا رب اللي وقفوا معاها واللي يحنوا عليها واللي يسعدوها من اجل انها تعالج وتبقى الوليداتها ان شاء الله تكبرهم يا رب اذا ندروا تذكير بالنسبة الخطنة اللي عاد التحق وبنا نعود ندير تذكير بالنسبة لرقم الهاتف راني ديرها في العنوان وندير التذكير لرقم الهاتف ثم رقم الهاتف مشاهدي قناة شوف تيذيس 06-52-40-72-57-57 هذا رقم الهاتف ديال بنت اختار وفيه الواتساب رقم الهاتف ديالها هي وما فيهش الواتساب 06-47-10-12-61 نعود الرقم مشاهدينا 06-52-40-72-57 هذا رقم الهاتف ديال بنت اختار اللي راجل سداب عندهم فيه الواتساب وفيه مكالمة رقم الهاتف ديالها الخاص بها هي ما فيهش الواتساب 06-47-10-12-61 الى هنا مشاهدي قناة شوف تيذي كنجيو نهاية الدبت المباشر من مدينة خريبكا بالضبط من حي السلام كنتمنى انكم تساعدوها ولكم الأجر لان اخوتيش فيناش حالة من حالة اللي عندهم مرض السرطن وما عندهم مش باش يتعالجوا ولا من اللي كيمشوا المستشفى وقلهم شيروا الدواء ولا ديروا تحاليل ولا ديروا ليريم ولا ما كيلقاش باش يدير ذاك شي تيجي تيش تدركنا كيبقى قلس يفوض أمر الله وكيبقى لان ما عندوش باش يتعالج ما بغناش هات السيدة هاد الام هذي اللي عندها ثلاثة ديالوليدات صغيرة فيهم عندها ثلاثة سنين طلعها فربع سنين ما بغناش يوقع لها نفس المشكل ما بغناش تفوت الرنديفو دياله ما بغناش تشريدوه تلقى باش يطلبون لها شي حاجة تديرها تديرها باش ان شاء الله ترجع لصحتها وتجمع وليداتها وتربيهم وتكبرهم ان شاء الله الله يخليهم البعضياتهم والله يشافيها ويعافيها ويشافي كل مريض يا رب دمتم في رعاية الله الى اللقاء